اشتركوا في القناة في رمضان طبعا زي انتم شفتم في علمان الفيديو دي عزوما كده العشر افراد الزمال الجوزي فقلت عزوما كده في اخر رمضان واعمل لهم عزوما تشرب العزوما طبعا بدأت طبعا عشان الواحدي ومعي والات زي ما انتم شايفين كده ربنا يخليهم يا رب وبرك فيهم ويبرك في اولادكم جميعا اول حاجة كده في اليوم ده حميتهم لان الجو كان حر اليومين اللي فات دول وقلت نيمهم عشان ايه اعرف فق كده كفية علي البيب الصغير وان انا اشتغل في العزوما من بالليل طبعا عشان خاطر الولادي ما تنسوش تبقى تحطوا لايك حيرا زيكم لانهم عامين لكم ساعة تحطوا لايك حطوا لايك بس انا اللي كانت مسوت بصوا بقى حباب قلبي انا هنا من بالليل جبت البصلتين او بصلتين كبيرة وحمرتها وهنا هعمل محشي بتنجال انا قوارت الواحدي وبرضو كرومبايا صغيرة وورق عينب يعني بصوا انا بعمل كميات قليلة بس من كل حاجة بدلا مثلا ما اعمل كرومبايا مؤكبيرة مرة واحدة لأ انا بحب شكل كده والنوع في العزوما يعني بحب بحب بان كده يعني ست بيت كده شطرة اه وطلعت بقى الحاجات اللحوم طلعت تلات فرخات كده وطلعت دي البرطمنات دي فيها دي اللي هتابل فيها الفراخ المشوية هنشوف الفراخ ماشوية وكفتة كمان على الفحم ودي اللحمة كمان اه البرطمنات دي اه يعني مسلا انا بكون مسلا شاوية فرخة او فرخة ما برميش التدبلة بتاعتهم لان التدبلة بتاعتهم ببقى بحطة فيها زبادي فصراحة ما برميش بس بعمل برضو التدبلة جديدة ودي فوقهم يعني بحيس ان هيبقى الكمية كبيرة والتدبلة كتير كل ما تكون التدبلة اكتر والتدبلهم بالليل هتكون طبعا احسن كمية اللحمة اللي انا هعملها هي دي تمام كده اه هنا هعمل برغل وبروتين خدت كده كبشة من البرغل وكبشة من البروتين المطحون وبابلوهم المية واسوبهم كده لحد ما يتشربوا المية بتاعته خلاص كده السلسة بتاعته خلصة طبعا تكون لكم بتراف تعملوها سلسة المحشي هنا بتاب هنا قصدي بعمل بعصج اللحمة عشان هعمل مكرونة بشامل وهعمل سامبوستك تمام انا هنا جبت بعد ما صفيت البرغل وبروتين كويس جدا من المية بأضربهم كده في الكبه بتاعت والفراخ قطعتها عشان كل واحد ياخد مناب كده وحطتها بمية بلمون بصوا الفراخ بابا معها قنصة كده فالقنصة او القلب بتاعها دي محدش بياكلوا صراحة يعني عندي فانة هنا هفرموا مع البصلتين وحطوهم برضو على الكفتة ما تخافيش مش هيبانه خالص وكمان دي قنصة يعني ما بترمشوا اي حاجة خلاص كده اللحمة على الساجد اه حطيت عليها جسل طيب وفلفل ومالح اكتر من كده ما حطيتش والبصلوية هنا شايفين اللي انا حطيته مع اللحمة مفرومة كله مع بعضه هي البرغل البروتين والبصل والبصلوية وحطت برضو جسل طيب وفلفل سويد وملح ما بحبش اكتر توابل عشان بحبها تكون ما شوية كده ريحت اللحمة طلع فيه هنا دي التدبيلة بتاعت الفراخ اللي هي عبارة عن بصلتين وحوالي عشر فسوس او خمس فسوس طم لو انت الكمية اكبر وخضرة خضرة المحشي ولمونية والملح وتحط بقى كمون فلفل سويد التوابل اللي عنده كلها هنا خلاص الكفتة بتاعت بقت جاهزة بصوا شايفينه تمسكة ازاي على فكرة انا ما صفتش البصلية كنت عمنا بصلتين موتا وبصلتين ما صفتهمش اه هنا كمان السلسة اه وهنا كل المحاش هنا وصلقت ورق العنان من المحاش اللي انا عملتها من بالليل هصح بس ان انا كده يقحش وخلاص حابة اقولكم بالنسبة لبرغو البروتين هو كان مبلول يعني بلته في المية فبالتالي حطيت البصلية في الكفتة من غير ما صف ميتها لان البروتين مادة بتاخدوا المية بتمتص المية فبالتالي ما صفتش خالص البصلية هنا بقى خلاص جهزت الحاجة كده من بالليل كل حاجة بقت جاهزة معايا معلاش هلازم اعمل كده لانا لوحدي اسحيت بقى الصبح كده يدوك جوزي ميشي وراح الشغل قال لي طبعا هجيلك على الساعة خمسة ونص او الساعة آآ ستة الاربع واخد منك الاهل لأهم حاجة كل حاجة جاهزة ومتغلفة قلت له حاضر طلعت كده كده كنافة ونزلت عليهم كده بنص كوباية من السمنة وهدخلهم الفرن يتحمر وياخدهم مش ايه تحميرة كده وعندي جيلي آآ وبوريكم بس الحاجة ان هي جاهزة خلاص وهشتغل فيها دلوقتي بص دي برطمان ده في تلك عشان هعمل دلوقتي الكريمة بصوا انا جبتي بقى العلب دي عشان اعملهم حاجة حلوة كده اللي هي الكنافة بالكريمة الكنافة خلاصة هي حمرتها ممكن تحمريها على بودجاز او ممكن تدخليها على الفرن زي ما انت حاب صراحة آآ الانبوبة عندي كانت خلاص بتشطب فقلت بقى بالمرة كده ايه خلات تتحمر من فوق لان الفرن لو جده هولع من تحت مش هيولع لان النار ضعيف والشربات كمان نستطيع قولكم انا عملا من بالليل كباية سكر وكباية آآ مية عليهم عاصرة لمون والشربات اللي بفضل انا بسيبه عندي في التلاجة ما بجراش لأي حاجة خالص ولو انا مش محتاجة بحطه في الفريزر ما تخافيش برضو مش يحصل له اي حاجة حطيت الشربات كده على الكنافة الكنافة اللي حمرتها من ديها حمرتها بودجاز من فوق زي ما قلت لكم لان كت عندي الانبوبة خلاص بتشطف قلت بقى ايه خلالها تشطب على الكنافة باخد بها كده العنب وبحط فيها طبقة واحدة من كنافة والكريمة بتاعت الجهزة هاي الليلة الكريمة لما تيجي تعملها تكون تقيلة ما تكونش سايبة عشان لما تيجي تفضي عليها الجلي ما ينزلش من الجوانب بتاعت العنب تمام اليوم ده كان متعب جدا خصوصا اننا لسه طبعا لسه والدة وكمان البيبي والله العظيمة ببطل خالص عياط وتعبني خالص خالص ادعو لي بالله عليكم لو انتم بتسمع الفيديو ده ربنا اهدي يعني بصراحة اه الواحدة لما تكون ام الكزعيل متعبة جدا جدا حطيت هنا كمان كطبقة الكريمة وحطيت طبقة كنافة الكنافة اللي احنا عاملناها مع بعض اللي هي بسامنا وعليها الشربات هنزل بقى كده بطبقة من الكريمة اه بحاول بقى بصه ادخل في الجناب عشان لما اجي انزل الجلي اه ما يسحش معي وكمان هو هيجي من اه الشغل بتاعه بعيد عن اه بيتنا او في وفباد وحنا في بلد لما ياخد الحاجة يعني الجلي ما يسحش وحاولي برضو ما تيجي تعمل الجلي عملت ايه بتعملوش خفيف عشان برضو يبقى متماسك اطول فترة ممكنة اه زي ما انتم متعودين معايا كده بظهر المعلاقة وبضغط وانا بلف كده عشان خاطر ايه اه قفل كل الفواتح او اي فراغ موجود كنت بقى حابة اعمل لهم طحينة فمعنديش زبادي فجبت علبتين زبادي وكلو حليب كده وعملت ايه زبادي اه هنا جبت الزبادي وقلبتين الزبادي هم حجم صغير ده وفضيتهم في حوالي كوباية كبيرة من الحليب الحليب الدافي وسبت الحليب التاني على النار جيت فبس ازي فترة او دمعت العين ودهوهم كواس جدا زي ما انتم شايفين كده ده طهيت الزبادي يا جماعة واللمان ده خلاص ديفا معايا تمام كده باخد بقى بجيب باي مضرب مضرب سلك او مضرب يده وزي ما انتم شايفين او فيه خلاط زي ما انتم حابين وتوفر عندكم بيمشي باخده كده وبصفي لازم تصفيه كواس جدا لان كده لو مصفتهش كواس جدا وتشيل بقى الحاجات اللي هي الفقاكية اللي فوق ده عشان ما يعملش زبادي زي زي حبات الرام لدي تبقى شكلها مش حالو نصت انا طلعت الجيلة اهو والقلب خلاص حطتها طبقة الاخيرة بتجيلي وعملت لينا برضو يعني لينا والافراد اللي هيغضوا تمام ولازم اعمل عزمة تشرف لان طبعا دول ده كترة زي ما الجوزي هنا جهزت خلطة المحشي وعملت محشي ورق انب ومحشي كروم صراحة انا كنت بقى اتحبت وليكت مش عارفة خلاص جبت عمد جوزي جات ساعدتني في حاشية بس البتنجال هي صراحة ما عملتش لكده لان هي لسه صغيرة بس عملت الصانيتين انتم شايفين ممدون وانا بقى كملت المحشي التاني هنا بعمل بشاميل كلكم بترافت عمله بشاميل بكرة بشاميل بس انا هنا حطيت اللبن وعليه آآ جبنا مدرلة تمام آآ وكمان جبنا رومي باش عايز اقول لكم والله العظيم فضله من حلوة وطعامة الاكل فضله يتصل بجوزي قولله بيت يحلفوه الاكل ده انتوا جايوا انت جاي المدام اللي عاملها ولا انت جايبوا مطعم قال لهم والله العظيم المدام عندي صراحة شيف فهي اللي عامل الاكل ده كله وقطر خيرها لانها لسه يعني والده وما كملتش الولد عندي يا دوبك تم اربعين يوم وقطر خيرها هنا بدأوا بالبيض حطيت هنا بيت لو انت حاب تحط بيت حط ما تحطيش خلاص شايف ليه الزبدي انا عاملات دور يا جميع الزبدي ده بقى سافية ساعة واحدة بس وبقى متماسك كده لاني بقى عاملوا ساعة الدورية هنا بقى المكارون البشاميل بقى هجاهز انا سلقت المكارونة خلاص جبت اللارة لاربع طباق دول عشان اعمل مكارونة بشاميل وادخيره من الفرن بحس ان هم ميتنقلوش وتحطوا كده بحلوة حطيت طبقة كده الاوانية من البشاميل وبعدين حطيت المكارونة وبعدين نزلت هنا باللحمة المفرومة والزاتون ورشة كده من الجبن الرومي عليه تمام بنزل بنزل بقى بالطبقة التانية من المكارونة انا بعمل بسرعة جدا لاني بستعجيلها وخلاص خلاص انا هلكت يومها وتحفت لاني بنطبقة وما نيمتش انا تقريبا ما نيمتش لاني جيت عشان هنام بالليل ساعة واحدة بس او مش او الفجر مش مش بالليل ولا حاجة اه ان يوم صحة وما عرفتش هنام وجيت الصبح ولادي التانيين صحي وهو صحة كمان معاهم في يوم كان يعني يوم متعب جدا بس كل يهونة عشان خاطر الجزء طبعا. هنا البكارونة ده اخلتها الفرن كده عملوا تلا تصواني كده لعفكر الاطبقة دي كبيرة جدا بس مش عارف هي بدقة بينها في الكاميرا صغيرة ريجي هنا حاطت الفحم وانا باش وقدام الشقة فبنت الصغيرة هنا بقصد بنت الكبيرة بتقول لكم ماما تعبت عينينا من تعبت عينينا من الفحم آآ بتقولوك احنا فتحين شبك واخوات الصغيرين نزلوا عشان الفحم ما لا الشقة ما نهعمل ايه ما انا محتاسة بقى وعايز اخلص بسرعة جبت المروحة كده وشغالة هجبت حتى الشباية بتاعت حماتي آآ وجبت الشبكة بتاعته ومشتغلت بقى ايه على اتنين من عايز اخلص وعملت شويت كده الفراخ وشويت الكفتة وخلاص المكرونة بقت جاهزة قطعتها بس تمام المكرونة على فكرة ما اخدش سوى كتير لان انا حباها تكون آآ يعني مسايبة شوية عشان لما تروح انك تمسك لما تبرك آآ خلاص بقى السرعة دي طبعا عميتي اللي عامناها او اخت الجزء الصغيرة بس انا ولا عميتي لانها نفسها اللي انا قلها عميتي لان هي انا كبر منها بسنين السنين فايه فتبسط او لما قلها كده آآ طبعا انتم شايفين حفاظات الطعام دول تلت دوار دول انا مليهم محشي مليهم محشي عالاخر عالاخر وهنا طبعا هنا البرطمان الازرق ده فت طحينة انا عملتها خلاص والاتباق بقت جاهزة والاكل بقت جاهز خلاص بقت ساعة ستة للربع فا ايه فحماية اللي هودلهم وعملت العصير بقى خروب ومنجا ومية سقعة والطحينة والمخلل والسلطات والفراخ المشوية والمكارونة والكفتة والمحاشي آآ نسيت اقول لكم حاجة نسيت اعمل في اليوم ده سنبوسك نسيت خالص 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 او ما انا اصحي انا ملبوكة في الولاد وملبوكة في البيت وهنا 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 لوحدي وطبعا لازم اروح اخير البيب شوية واردوها شوية طبعا انا واركوا بقى شكل المطبخ عني ازاي كده انا ومشوش انه حاجة. اولي حاجة صورت لكم كده بابا غرنون ازا ما تقوله. البرتمان ده على فكرة هناك ده فض الخلطة بتاعت الفراخ في هانا في فرز. شايفين بديو اجازب عامل ازاي? ده طبعا الولاد طبعا ببطيخت. آآ بعد الفطار آآ العزومة دي يا جماعة والأبوبة كانت فضيت هيا. العزومة دي كانت اتناشر فرد. بس احنا مش محساب انهم احنا فردين. بس انا وديت حساب ايه العشرة. والآآ رجعتكم الحاجة زي ما هي كده زي ما انتم شايفين غسلت الموعين والضفتر بطيجز غسلت وشلت الورق اللي كان عليه والحاجة بقى رجعت فلة 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 فلة. هتمنى انتم تدعموني في اللايك ده باشتراك ولايك للقناة. ومعنش ان ما اتأخرت عليكم كل سنة وانتو طيبين لان انا عندي اولاد. وباي باي.